يا ربي يا ربي زدني علما زدني فقهان زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمه أقول يا ربي زدني علما اقرأ وافهم خيرا تغنب اقرأ طال الوحي الأكرم اقرأ وافهم خيرا تغنب اقرأ طال الوحي الأكرم أول قول في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه ثم أما بعد أيها الأحباب الكرام هنيئا لمن صام وهنيئا لمن قرأ القرآن وهنيئا لمن أمد الله تعالى له في العمر كي يدرك هذه الأيام الطيبة نسأل الله تبارك تعالى أن يتقبل مننا ومنكم صالح الأقوال والأعمال وفي هذا اللقاء لنا قصة طيبة تتعلق بآية مباركة هذه الآية في الجزء الرابع عشر في سورة النحل رقم مية ستة وعشرين إلى مية تمانية وعشرين فتابعونا يرحمكم الله قال الله سبحانه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هذه الآيات الطيبات أتأملها مفيد لا أقول لأنها تتعلق بمواقف وقصص كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لأنها تتعلق ببعض الأخلاق لسيما خلق الصبر ونحن جميعا في حاجة إلى التحلي بهذا الخلق الطيب المبارك ولكن ما هي القصة التي ناسبت هذه الآية هذه القصة رواها هذا الصحابي الجليل أبي ابن كعب رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم أخد والمقصود بيوم أخد أي معركة أخد غزة أخد غزة أخد في بداية الأمر انتصر المسلمون ولكن الرماه الذين كانوا على الجبل نزلوا ظنين أن المعركة قد انتهت والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا يبرح أماكنهم اجتهدوا فظنوا أن المعركة قد انتهت فنزلوا وتركوا الجبل فأتى خالد ابن الوليد وإكرمة ابن أبي جهل وكان قائد الفرسان أنذاك أتى فالتف حول جيش المسلمين وكان من أمر الله عز وجل ما كان أن قتل العشرات من الصحابة وجرح مثلهم فلما كان يوم ما أخد أي معركة أخد وغزة أخد أصيب وفي رواية قتل من الأنصار أربعة وستون رجلا قتل من الأنصار أربعة وستون ومن المهاجرين ستة فيهم حمزة فيهم حمزة وحمزة هو عم النبي صلى الله عليه وسلم ونلاحظ أمرا عجيبا أن الأنصار لم تتحرك صدورهم أبدا من المهاجرين أبدا لم تتحرك صدورهم أبدا من المهاجرين القتل الأكثر كان في الأنصار لم يقولوا لماذا نحن ندافع ونجاهد ونقاتل ينبغي أن يقوم المجاهدون المهاجرون بذلك ما قالوا ذلك وقلوبهم كانت طيبة ومستقيمة وأخلاقهم كانت فاضلة ولكن المشركين لما قتلوا هذا النفر من المسلمين من الأنصار والمهاجرين بيقول أبي فمثلوا بهم مثلوا بهم أي جدعوا أنفهم وقطعوا أيديهم وأرجلهم وبقروا بطونهم مثلوا بهم هذا هو التمثيل فقالت الأنصار لئن أصبنا منهم يوما لئن أصبنا من المشركين يوما أي ضفرنا بهم وانتصرنا عليهم مثل هذا من المشركين لو انتصرنا على المشركين في يوم من الأيام لا نربينا عليهم نربينا عليهم أي نزيد عليهم في القتل نفعل مثل ما فعلوا ونزيد سنمثل بهم وننكل بهم وذلك من باب المثلية كما فعلوا بنا نفعل بهم سبحان الله وهذه مسألة دقيقة بعض الناس يظن أن المثلية لا بد أن تكون موجودة وهي الأصل حتى وجدنا بعض الناس الذين يفهمون مفاهم عجيبا فتجد مثلا رجل يأتون به فيحرقون طيب لماذا؟ يقولون لأنه ضرب المسلمين بالقنابل فأحرقهم فنحن نحرقهم طيب يجدون رجلا يفجرونه بالدناميت لماذا؟ يقولون لأنه كان يفخخ السيارات ضد المسلمين فالجزاء أن نفخخه أيضا وأن نقتله بهذه الصورة سبحان الله المسلمون عندما أرادوا أن يصنعوا مع المشركين ما صانع المشركون بهم سنصنع ما الذي حدث وكيف كان التوجيه فلما كان يوم فتح مكة قال رجل يوم فتح مكة فتح مكة كان في السنة الثامنة والنبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة كانوا أكثر من عشرة آلاف ودخلوا مكة فقال رجل لا تعرف قريش بعد اليوم قريش هذه سنمسحها مسحة سنثخن فيهم ونقتلهم قتلا ونمثل بهم فلن تعرف قريش بعد اليوم فنادى مناد كأن النبي صلى الله عليه وسلم وصلاه هذا المعنى أو نقل إليه هذا القول فنادى مناد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن الأسود والأبيض والمقصود بكلمة الأسود والأبيض أي أمن كل الناس النبي صلى الله عليه وسلم أمن كل الناس في مكة إلا فلانا وفلانا نفر قليل نفر قليل كانوا يهجون النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون الإسلام ويشببون بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن بقتلهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن الأسود والأبيض أي أمن الناس جميعا حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل دار أبي سفيان فوآمن ومن أغلق عليه بابه فوآمن ومن دخل المسجد الحرام فوآمن أمن الناس جميعا إلا فلانا وفلانا فأنزل الله تبارك وتعالى موجها عباده المؤمنين الذين كانوا يريدون إحداث المثلة في المشركين وأن يفعلوا بهم كما فعلوا بهم في أحد وزيادة قال الله تبارك وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثلي ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصبر ولا نعاقب نصبر ولا نعاقب هذا الحديث حديث حسن أخرجه التلمذي كما أخرجه النساء في تفسيره وأخرجه أيضا غيرهما ليس المقصود بقول الله تبارك وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ليس المقصود بذلك أن هذا هو الأصل ولكن هذا الأمر متعذر هذا الأمر متعذر لأنه ربما يترتب على العقوبة المثلية نوع من الاعتداء مجاوزة الحد مجاوزة الحد يعني لو أن رجلا مثلا عذب أو أن رجلا ضرب رجلا في رجله بطريقة معينة فأحدث شيئا معينة هل إذا أردت أن تعاقبه هل تستطيع أن تقيس هذه الضربة وأن تحدث العلامة نفسها أم إن الأمر ربما يزيد على ما أصابك كثيرا من الأحيين ما تكون الزيادة قائمة ولذلك وجهنا ربنا عز وجل ما هو أفضل من المثلية ما هو الأفضل من المثلية قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ولذلك عندما نزلت هذه الآية وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد سمع ما قال الصحابة قال نصبر ولا نعاقب نصبر ولا نعاقب مع أن المشركين مثلوا بعمه الحمزة رضي الله تعالى عنه ولكن عندما نزلت هذه الآية قال نصبر ولا نعاقب فتبين من ذلك أن الصبر هو الأصل ليست العقوبة يا الأصل وإنما الصبر هو الأصل لماذا؟ لأن الصبر عاقبته طيبة لك أن تتصور لو أن النبي عليه الصلاة والسلام عاقب أهل مكة وأحدث فيهم المقتلة ما الذي سيحدث؟ ولكن عندما صبر النبي عليه الصلاة والسلام دخل أهل مكة دين الله عز وجل وحسن إسلامهم واشتركوا في الفتوحات بعد ذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام بل عندما حدثت حركة الردة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت هناك ثلاثة أماكن في الجزيرة هي مقيمة على الإسلام وما سواها في الجزيرة إما أن يكون تاركا الإسلام كلية أو تاركا بعض الإسلام الأماكن دي إيه؟ المدينة ومكة وقرية اسمها جواثة في بلاد البحرين حسن إسلامهم وصار فيهم الإسلام قائما عاليا منتصرا فقال النبي عليه الصلاة والسلام نصبر ولا نعاقب قول الله تبارك وتعالى وإن عاقبتم كلمة وإن عاقبتم فيها معنى الإرادة يعني أي إن أردتم المعاقبة فعاقبوا بمثل ما عقبتم به لا تزيدوا لأنكم لو زدتم على هذه العقوبة لكان ذلك منذب الظلم والله تبارك وتعالى لا يحب الظلم ولا الظالمين بل إن الله تعالى نهى عن العدوان ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ثم انظر كيف أن اللام دخلت على هذه الجملة للتأكيد للتأكيد فهذا دليل على أن الصبر هو الأفضل وهو المحبوب ثم قال ربنا عز وجل واصبر وما صبرك إلا بالله كأن الصبر هو الأصل انظر إلى هذه الآيات انظر إلى هذه الآيات وتأمل كيف أن الصبر كرر فيها عدة مرات ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله سبحان الله وهذا كله في نسق واحد للدلالة على فضيلة الصبر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وما أوتي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر ولهذا كان من أسماء الله عز وجل الصبور فالله تبارك وتعالى يصبر على عباده حتى وإن كانوا أهل كفر وطاع لعلهم يرجعوا لعلهم يؤوبوا لعلهم يتوبوا ثم قال ربنا عز وجل واصبر اصبر على همز الهامزين واصبر على دعوة الخلق وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم فالله تبارك وتعالى الذي أعانك وهداك إلى الصبر يرشدك أيضا ألا تحزن على المخالفين المصرين على العناد ولا تك في ضيق مما يمكرون الضيق هو التعب وعدم الرضا لا تكن في ضيق مما يمكرون وربما يحملوا الضيق على معنى الشدة والكرم لا تكن مكروبا بسبب مكرهم فإن الله تبارك وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وهذه معية خاصة معية خاصة الله تبارك وتعالى مع الناس ومع خلقه يراهم ويعلم أحوالهم ولكن هناك معية التأييد والنصرة والمحبة ولا تكون إلا لعباده الطائعين فيا أيها الأحباب تخلقوا بخلق الصبر وحببوا الناس في دين الله عز وجل وترفقوا بالناس وقابلوا الإساءة بالإحسان فإن فعلتم ذلك كنتم دعاة إلى الله عز وجل فأقبل الناس على دعوتكم وعلى دين ربكم وهذا هو المبتغى نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يصرف عنا كل شر وصلى الله وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم قل يا ربي زدني علما زدني فقهان زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجب ذلك عثرة أما قل يا ربي زدني علما اقرأ وافهم خيرا تغنب اقرأ قال الوحي الأكرم اقرأ وافهم خيرا تغنب اقرأ قال الوحي الأكرم أول قول في القرآن ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة